في زيارة سموه للسفير الكويتي أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن المكانة الإقليمية والعالمية لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة كبيرة لمواقفه السياسية والإنسانية التي تحظى بتقدير من العالم أجمع وتوجدت بمنحه لقب قائد الإنسانية وهو موضع حفاوة واعتزاز في كل محفل دولي وأخيرها كانت الإشادة والاهتمام الذي حظي به سموه بين زعماء العالم في مؤتمر للحوار التعاون الأسيوي وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن تاريخنا المشترك وعلاقاتنا المتجذيرة تشكل دائما دوافع تقود نحو المزيد من التعاون الثنائي والخليجي وأن شعوب دول مجلس التعاون عائلة واحدة ربطها التاريخ وجماعتها الجغرافية وقوتها بل قوتها الأواصر المشتركة ورعاها قادتها وحمتها مظلة مجلس التعاون وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد تفضل صباح اليوم بزيارة سعادة الشيخ عزام بارك آل صباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي في مقر إقامته الجديد وذلك بحضور سفراء دول مجلس التعاون المعتمدين لدى مملكة البحرين وخلال الزيارة أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بعمق العلاقات والروابط الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة والتي تجسد نموذجا لعلاقات المحبة والأخوة والتعاون التي ترسخت دائمها عبر السنين وأضاف سموه إنما يجمع بين قيادتي وشعبي مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة هي علاقات قوية تقوم على روابط وثيقة ترسخت عبر التاريخ بفضل الأجداد ويحافظ الأبناء والأحفاد عليها لتظل نموذجا متميزا لما يجب أن تكون عليها علاقات التعاون بين الأشقاء وأعرب سموه عن ارتياحه لما يشهده مسار العلاقات البحرينية الكويتية من تقدم متنام على كافة الأصعدة بما يعكس حرص البلدين الشقيقين على الارتقاء بمجالات التعاون وفتح أفاق جديدة تحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين وفيما أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعطاء سفير دولة الكويت الشقيقة وجهوده الدبلوماسية المتواصلة لتنمية وتطوير أواصر التعاون بين البلدين فقد هنأه سموه بمقار إقامته الجديد من جانبه أعرب سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة عميد السلك الدبلوماسي عن خالص التقدير والامتنان على تفضل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارته الكريمة في لفتة طيبة تعكس مدى قوة ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين مشيدا بما يقوم به سموه من جهود متواصلة لتقوية أواصر التعاون بين البلدين مؤكدا أن زيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هي موضع تشريف واعتزاز ويجسد سموه من خلالها بشكل عملي بأن البيت الخليجي واحد وتعكس الدعم الذي تحظى به الوحدة الخليجية من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر